موسيقى مساكم الله بالرضا والنور والسرور حلقة جديدة من طبعة المشاهد نقدم لكم أبرز الملفات الصحفية التي أطلعتنا عليها صحف اليوم في طبعة خاصة لكم والبداية إلى العنوين في سياتل ولي العهد يرعى تأسيس مشروع الصناعات العسكرية مع شركة بوينغ الأمريكية بنسبة توطين 55% المنطقة الشرقية تشهد اليوم أضخم مناورات لقوات مشتركة تقودها القوات السعودية المسلحة المدينة ترصد أغرب الشكاوى للمخالفات المرورية من داخل مرور جدة حياكم الله في البداية طبعا أهم الملفات من خلال زيارة ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيوم عسكري اقتصادي بامتياز تضمنت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة سياتل وهي المحطة الثالثة في الزيارة التاريخية لسموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وشهد ولي العهد أمس الأول الجمعة حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من خمسة وخمسين في المئة من الصيانة والإصلاح وطبعا في الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمدادات لقطع الغيار داخل المملكة وذلك تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين نتابع وأياكم أبرز ما تنولت الصحف في هذا التقرير لا تزال الصحف المحلية تواصل إلقاء الضوء على أبرز مستجدات زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبداية من صحيفة الرياض التي أشارت إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في سيات الأمس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا جيتس الخيرية والمؤسس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وأجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون في عدد من البرامج والمشروعات التنموية المشتركة والفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة وفق رؤية عشرين ثلاثين فيما عنونت صحيفة عكاذ خبرها بنوافذ جديدة صناعات وتوطين ذكرت فيها أن ولي العهد رعى في مدينة سيات الأمريكية أمس الأول الجمعة حفل توقيع اتفاق تأسيس مشروع مشترك يهدف إلى توطين أكثر من خمسة وخمسين بالمئة من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية بينما ركزت صحيفة الوطن على جانب الشراكة السعودية الأمريكية حيث استعرضت من خلال الانفوغرافيك اتفاقية تأسيس مشروع صناعات عسكرية مشترك بتوطين خمسة وخمسين بالمئة أما صحيفة المدينة فكان عنوانها البارز على الصفحة الأولى توطين الصناعات العسكرية تجديد للتاريخ من المؤسسي للحفيد حيث أشارت أن من المتوقع أن توفر الاتفاقية نحو ستة ألاف وظيفة بحلول العام عشرين ثلاثين وبحجم استثمارات يصل لأربعمائة وخمسين مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة في حين أكد خبراء عسكريون لصحيفة اليوم أن الاتفاقية التي وقعت بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة بوينغ وضعت النقاط على الحروف بتجميع عناصر ومصادر القوى العسكرية لتكون المملكة قادرة على تصنيع كل ما تحتاجه من الأسلحة وإلى ثاني ملفتنا الصحفية وتقرير من صحيفة الرياض عفواً حمل عنوان مناورات درع الخليج المشترك واحد قدرات خارقة ورادعة حيث تشهد المنطقة الشرقية من الأراضي السعودية مناورة ضخمة لقوات مختلطة مهيبة تقودها القوات السعودية المسلحة عرفت باسم درع الخليج المشترك وتحمل المناورة بين طياتها سلسلة من التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة وتبادل الخبرات العسكرية بين الشرقي والغرب ولمناقشة هذا الملف بشكل أوسع وبقية الملفات ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الإعلامي الأستاذ خالد الخضري حيث الله أستاذ خالد مساء الخير مساء الخير جميع الله يحييك أولى الملفات طبعا هذا التمرين اللي جاء بعنوان قدرات خارقة ورادعة الحديث عن درع الخليج المشترك واحد اليوم تشهد في طبعا المنطقة الشرقية عدد من القوات المسلحة تتشارك في هذا التمرين كيف تقرأ أصداء درع الخليج المشترك طبعا نحن لازم نعود إلى قبل عامين تقريبا عندما قام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد بعمل مكتب تنسيقي في الرياض للتحالف الشمال الذي ضم 23 دولة إسلامية طبعا فكرة التحالفات هي فكرة يعني مختلفة تماما في منطقة الشرق الأوسط وهي فكرة أو يعني مشروع يعني استراتيجي مهم جدا لا تقوم الآن بالتحالفات من المتعارف عليه أنه لا يقوم بالتحالفات إلا الدول القوية في الأساس وكنا نعرف أن الدول العظمى هي التي تقوم بالتحالفات في السابر فهذا يعني أن المملكة العربية السعودية وهي قادرة اليوم على تكوين تحالفات بهذا المستوى يعني أنها دولة الآن مهمة جدا وهي اللاعب السياسي الأهم في منطقة الشرق الأوسط ومؤثرة قليميا ودوليا وفي هذه الجوانب كلها جيد فاليوم هذه المناورات التي تثم هي أيضا خطوة أخرى تؤكد أيضا على متانة وقوة درع الجزيرة بالذات لأن درع الجزيرة يمثل دول مجلس التعاول الخليجي وهو اليوم يعني يريد أن يثبت للعالم أنه قادر على الحضور العسكري بصورة كبيرة قادر على أن يتمكن من جاهزيته وقوته فيما يتعلق بحماية الوطن أيضا والمشاركة أيضا في أي تحالفات يعني يكون هدفها أيضا يعني السلام في منطقة الشرق الأوسط لأننا في الأساس دعاة سلام يعني المملكة العربية السعودية داعية للسلام الملك سلمان يحفظه الله عندما تولى الحكم وقام بالالتقاء لأول مرة بالرئيس الأمريكي الأسبق أوباما كانت رسالته يحفظه الله رسالة سلام أننا دعاة سلام أننا نريد السلام للمنطقة وللعالم ككل ولهذا قضية السلام هذا التالي دائما وأبدا ما تتواصل هذه الرسالة خليني أسلك في درع الخليج المشترك طبعا التغطية الصحفية الرياض كان لها النصيب الأكبر من خلال أفراد صفحتين الحديث عن أبرز النقاط تدريب بالذخيرة الحية 22 جيشا يشاركون على أراضي المملكة في هذا اليوم أيضا بعض الجوانب سواء من ناحية المورد البشرية والاقتصادية أيضا محاور ترتكز عليها مثل هذه التدريبات كيف شفت الاستخدام وإبراز مثل هذه العنوين بشكل فرعي وأيضا الصور وإدخال مثل هذه اللمسات الإخراجية على المادة طيب يعني حرصت الصحف السعودية تحديدا جريت الرياض كما ذكرت على أن يكون هناك عنوان رئيسي في الصفحة الأولى النوان الرئيسي يقود القارئ إلى الدخول إلى الصفحة التي تخصصت وخصصتها الصحيفة لهذا الموضوع ومحاولة إبراز كثير من الصور وكثير من الأنفوغرافيك الذي يخدم هذه الجوانب ويبرزها بصورة كبيرة ويختصر الكثير على القارئ الكريم عندما يقرأ الصحيفة يستطيع أن يتوصل لكثير من القنقات التي تسهل عليه الوصول للمعلومة بصورة كبيرة جدا جدا وهو جهد إعلامي مشكور ورائع جدا لكن كنت أنا أتمنى أيضا أن يكون هناك يعني مزيد من العمل من أجل إبراز هذا العطار المميز وين مزيدا بالضبط وين مزيد من خلال استضاعفة عدد من الشخصيات المتخصصين في العمل الاستراتيجي الاستراتيجيين تحديدا الذين هم قادرين على أن يعني يصفوا ويحددوا ويتحدثوا في هذه النقاط ودور يعني هذه ما يتم الآن من دور عسكري في هذا الجانب أهام ورئيسي والآن هم قادرين على تحليل تحليل من الجوانب المضيئة في هذه الخطوة لأن الخبر أيضا في هذا التقرير في صحيفة الرياض اجتمل عن نقلا من الخبراء بالعلوم العسكرية ولكن لم يذكر بعض أسماء من التحدث ولكن كان هناك يمكن استنباط لبعض الآراء أو بعض المصادر العلمية العسكرية تعتقد هذا كافي ولا لا كان مفترض أن يكون خبراء بأساميهم صحيح هذه تلجأ لها بعض الصحف الآن عندما لا تستطيع أن توفر خبراء بأساميهم وهذه إشكالية نعتبر طبخة صحفية جيدة جدا لكن كان من الأولاء أن تقوم بالالتقاء بالخبراء العسكرية بشكل مباشر وأيضا ذكر أسماءهم ونشر صورهم يعني هذا يصير أقوى فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية وبالتغطية الصحفية بصورة أبرز وأكثر مهنية لكننا نعرف كالصحفيين أن الصحفي أو الصحيفة تضطر لهذا الأسلوب وتعمل طبخة صحفية عندما لا تستطيع أن توفر مادة مباشرة مادة مباشرة عندما لا تستطيع لكن أرى هل هذا الأسلوب أن تأخذها من خبراء يعني ترجع المصادر؟ لكن يجب أن تسند يجب أن تسند يعني نحن مشكلتنا في الطبخة الصحفية دائما نقول أنه إشكاليتنا في عملية أحيانا وقات كثيرة في عدم الإسناد الإسناد للمصدر مهم جدا وهذه يعطي أكثر مصداقية ويعطي أكثر موثوقية فيما يتعلق بالعمل الصحيح طيب تنظم إلينا الآن محررة الخبر الأسادة وصيف المقبل حياك الله يا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا طبعا كان الحديث عن تكامل الخبر الأساد طبعا أضيفنا في الأستوديو الأساد خالد الخضري يتحدث عن أنه ما نقص الخبر هو أسناد طبعا الرأي العسكري إلى خبراء بأثميهم أو خبراء معلومين مع أنه موجود في الخبر طبعا أسناد إلى خبراء بشكل عام استمعت إلى طبعا النقد حول المادة بشكل عام تقييمك حول هذه النقطة تحديدا أول شيء أنا أحب أعرف بنفسي أنا كاتبة وصحفية في جيل الترياض وأيضا مجلسي التاريخ سياسي وعسكين الله يحييك نعم أما يسلمك وطبعا أنا رجعت في المادة العلمية مش لأنه ما في عندي خبراء أنا عندي لست كاملة في أسماء خبراء سياسيين وعسكريين أيضا لكن في أول تقرير لي حبيت أن يكون يعني أنا أرجع لي كتب التاريخ لخبراء عبر التاريخ تمام نعم طبعا أنا عندي عندي استراتيجية معينة لتغطية هذا التمرين الضخم وهذه أولى يعني التقارير التي أعملها التقارير القادمة بإذن الله رح تكون لقاءات مع محللين مع خبراء يعني بشكل مباشر امتداد لهذا التقرير في هذه النقطة بالذات بالضبط أيوة أنا يعني رح ينزل إن شاء الله تقارير كثيرة غير هذا التقرير هذا أول تقرير لي جيد رائع رائع عندك تعليق بصرصة خالد بس في هذا الجزء عشان نسألها عن بقية الله أستاذ التواصيف الآن جهدك ممتاز ومشكور جدا جدا نعم وأنا سعيد بهذا الخطوة التي قدمتها لكن يعني بالنسبة للجزئية التاريخية التي ذكرتي نحن الآن نحتاج إلى اليوم الآن يعني هو الإسناد للجزئيات التاريخية أحوقات يكون يعني بشي بسيط جدا ويكون في محله وفي الوقت الذي نحتاج له لكن ما نحتاجه اليوم هو قضية تقصد أن الرأي التاريخي ربما لا يتوافق مع الواقع اليوم الآن الواقع اليوم هو الأساس يعني لكن نسند لأحداث تاريخية قريبة عندما يكون هناك ارتباط بالحدث نفسه ممتاز إحنا أنا بس بقول لك رأيي نعم أنا أحترم رأيك لكن ما إحنا ما نقدر نصر الواقع عن التاريخ أساسي التاريخ جدا مهم لذلك أنا رجعت للتاريخ من خلال هذا التقرير وبالعكس يعني راح يجد بالقارئ أكثر يعني أنا شفت تعليقات القراءة الصباح يعني جدا أبهجتني طراحة وشيء يعني مختلف عن كل التقارير في الصحافة السعودية جيد أنا أرى هذا الشيء طيب خلينا نتحدث عن منطقة المنورات أنت متواجدة هناك حاليا نعم كيف تشهدين طبعا هذه المنورات على أرض الواقع عن قليلنا الصورة صورة بصراحة يعني لا توصف يعني في جهود يعني عظيمة يعني للقوات المسلحة السعودية نعم كيف قدرت هذه القوات أن يعني تنظم وتوظب الجيوش الموجودين على أرض الأرض الميدان يعني هذه جهد يعني بحاله يعني جهد عظيم كيف أنت تقدر تنظم كيف أنت تقدر تعمل مناورات على يعني 22 جيش يعني هذا عدد جدا كبير جيد نعم هذه اللي أنا لمستة يعني إذن أبرز ما لفت نظرك هو القدرة التنظيمية طيب خلينا نرجع للمادة إذا عندك في هذه الجزئية على عجالة أنا أريد أن تكتب مشاهداتها أيضا تكتب مشاهداتها طيب أسألها عن المحور هذا ماذا بعد هذه المادة ممكن تسوي مادة صحفية تخدم الجانب من خلال مشاهدات أكيد دورها ودور بقية الصحفين الموجودين أستاذ التواصيف خليني أسألك عن العنوين الفرعية المستخدمة في المادة التركيز على عدة جوانب وعدة معلومات من اختار هذه العنوين في هذه المادة؟ أنا أنت من اختار؟ على أي أساس بنتي طبعا أهمية المعلومة عادة وكيف تشوفين أيضا تقيسينها في مادتك بالنسبة للقراء ومدى أهميتها لأنه في بعض الرسائل بكل تأكيد من جراء هذا التمرين أبرزات مثل المناورات انذار لكل من تسوي نفسه المساس بأمن الدول الخليج وأيضا عن أهمية إبراز حجم المشاركة نوعية العتاد والتقنية المستخدمة طيب عشان نكون على بينا أنا عندي علم مسبق في الأهداف والأمور هذه طبعا أنا بنيت هذه المصطلحات بناء على ما شاهدت على الواقع بناء على رؤية تحليلية بسيطة بناء على مقارنات أيضا بينه وبين مناورات مسبقة حدثت عشان كده أنا توفق لهذه جيد بداية المادة أنت بتدأتيها طبعا تحريريا بتعريف حول المناورات العسكرية وتاريخيا وأيضا واقعيا ما يحدث حاليا هل بأعتقادك أن القارة أصبح يبحث أيضا عن الخلفية التاريخية بداية كل تقرير عشان يدخل في المادة بشكل أكبر تعتقد أنه جانب فكري وأيضا فني تحليلك لهذه النقطة أنا أوردت على أني أنا أورد هذا التعريف علشان كثير من الناس عندهم لبس بين المناورة في السلم والمناورة في الحرب نعم كثير في ناس عندهم حتى في تويتر لأني لما وضعت مقالة كلهم يقولون فيه حرب فيه حرب فأنا عشان كذا حبيتني أنا أوضح للقارة أنه فيه مناورة في السلم أيضا ومعروفة منذ التاريخ نعم أتوقع أن هذه تثقيفية وهذا واجب الصحفي أنه يفقف مش بس ينقل معلومة نعم طيلة الأربعة أيام والأيام القادمة فيه طبعا تغطيات متواصلة من قبلك استكمال هذا التقرير إن شاء الله أنا إن شاء الله بإذن الله طيب شكرا لجهدك و للتمييز الأمانة في هذه المادة الأسادة وصيف المقبل المحررة في صحيفة الرياضي شكرا لك طبعا ننتقل إلى ثالث الملفات في حلقة اليوم وخبر من صحيفة المدينة التي رصدت أغرب شكاوى من داخل مرور جدة حيث لم يسلم المشات والأموات والنائمون على الأسرة في بيوتهم من الرصد الآلي ومخالفات نظام باشر الصادمة والتي تقفز الأرقام فيها إلى حد الثلاثة ألاف ريال وتأخذ الحكاية منعطفا آخرا حيث يطالب الشاكون بأحقيتهم في التعويض في حال ثبوت عدم المخالفة عليهم ومعرفة العقاب الذي ناله رجل المرور بعد تسجيله للمخالفة العشوائية من جهته قال لواء محمد البسامي للمدينة أبوابنا مشرعة لقبول الاعتراض على المخالفات يعني بداية خليني أسألك مباشرة أستاذ خالد للعنوان مخالفات مرورية صادمة على المشات والأموات أنا أولاً ابن جريدة المدينة وليه تاريخ معها وتعلمت فيها واشتغلت فيها سنوات طويلة فأنحاز كثير الجريدة المدينة وأحبها كثير طبعاً عندنا في الجريدة المدينة مجموعة من الصحفي المهنين القدرات عالية في هذا الجانب في وضع العناوين وفي كذا وعندهم ميزة أنهم يجتمعون كل صباح في لجنس مصغرة كذا لاختيار العناوين هذه ميزة حلوة العنوان جهد جماعي جهد جماعي ليس فقط شخص واحد هو الذي يقرر اختيار العنوان بالذات عنواء عنوين الصفحة الأولى والعنوين الشادة والمميزة يضعها شخص في البداية ثم يتداولها المجموعة ومعروف الآن العمل مؤسساتي كله يعتمد على أن يكون هناك عدة أراء حول القرار المعين هذا يعتبر قرار جيد فهنا هذا العنوان علوان لافت جداً ومهنياً عالي المستوى مخالفات صادمة على المشاوى والأموات والنائمين في بيوتهم وفي نفس الوقت مختزل جداً نعم يعني لا تستطيع أستاذ عبدالإله أنك لو شلت منه كلمة واحدة خرب العنوان ولو أضفت له كلمة أيضاً صار فيه حشو جيد نعم فهنا المهنية عالية جداً في هذا الجانب في فن تخريري نعم جداً القصص الموجودة أيضاً مسرودة بشكل كويس القصص فيها جوانب كل جانب فيها ليس له علاقة بالآخر يعني لا يوجد تكرار هناك مشكلة ثانية قد يقع فيها بعض المحررين الصحفيين نعم في الصياغة والكتابة أن يكرر نفس القصة بشكل آخر هذه مشكلة نجيب قصتها متشابهتين أو خلتتين متشابهتين أنت في كل القصة تخدم موضوعها فقط نعم و جيب بعدين تعليق عليها من مسؤول كذا المادة الصحفية تكون مكتملة جيد فأنا أشيد و أنت رأيت أن هذه المادة مكتملة طبعاً لو استعرضنا أهم القصص الواردة يعني مثلاً هيفا زوجي مات منذ خمسة أشهر المرور يسجل عليها ربط حزام الكثير الرصد الآلي غرمني ثلاثمائة ريال سرعة و أن أنا أم على سريري أيضاً العتيبي الهفوف أهدتني مخالفة مرور و لم أزرها طوال حياتي أيضاً هذه العنوين الفردية كعنوين للقصص الموجودة داخل المادة كيف يمكن أن تخدم أيضاً المادة؟ جداً لأنه أقول لك يعني الآن إحنا بحاجة إلى أن تكون الصحافة لها هذه الرسالة بحاجة أن تكون الصحافة لها دور في إيصال صوت المواطن المسؤول يعني و هذه مهمة جداً يعني فعلاً إذا كان طبعاً الصحيفة الآن ما جابت مثلاً رأي هيفاء هذه أن زوجها تم عمل وهو متوفي و هو متوفي إلا بعد ما يكون متثبتين من ذلكلام و هذا الكلام حقيقي طب العجالة الرأي القانوني طبعاً المادة أيضاً اجتملت على حق التعويض في حالة الأضرار و ليس فقط إيزالة المخالفات كيف ترى أيضاً هذا الجانب؟ جميل جداً لأنه بيوضح للقارئ و للمواطن كيف يستطيع أن يتصرف في مثل هذا المواطن وهنا دور و رسالة الإعلام و رسالة الصحافة إنها توحي المواطن بطريقة أو ما دورها تنويري يعني نقول هي مادة متكاملة طيب خلينا ننتقل إلى آخر الملفات الصحفية و خبار من صحيفة الوطن حيث أكد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أن جميع القطاعات الخاصة والحكومية يسمح لها بأخذ الرقم السجل المدني و ذلك ضماناً للحقوق والتحقق من الشخصية و الرجوع لها وقت الحاجة وأضاف أن الأمر السامي نص على أن السجل المدني يعطى في أربعة مجالات هي التعاملات التجارية والتعاملات الإلكترونية والتعاملات الوطنية والخطابات و فيما عدا ذلك فأنه لا يجب على المواطنين تقديمه و من جانبه أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى أن البنوك و قطاعات تأجير السيارات لا يحق لها أن تصور الهوية أو تحتفظ بها أيضاً هذه المادة التي ركزت على محذير في استخدام الهوية الوطنية خصوصاً مثل البنوك و محلات تأجير و هذه على طول تصوير البطاقة كيف ترى أيضاً هذه المادة؟ هذه المادة توعوية في الدرجة الأولى أيضاً تنبه القارئ و تنبه المواطن على كثير من الخالفات التي تحصل في الميدان فيما يتعلق بالهوية الوطنية هذا موضوع مهم جداً لأنه الآن يعني حتى الغرافيكس هنا تلاحظ أنه الإنفوغرافيك شغال في نقاط معينة كيف أنت تتعامل مع الهوية الوطنية و كيف ممكن لا يسمح تصويرها لا يسمح تصويرها تصوير مطابق تماماً للنسخة نعم نسخة أصلية تماماً و لا يسمح لأي جهة أن تصويرها ما لم تكن جهة رسمية طالبتها منك الاطلاع عليها فقط في المواقع المهمة مثلاً عندك نحن نلاحظ أنه لما تستاجر سيارة زي ما قلت مع الأسف يصويرها لازم يصويرها يصوير الرخصة القيادة و ما إلى ذلك الآن التنظيم يقول و النظام يقول أنه يجب أن يطلع عليها فقط مو من حق أن يصويرها لأنه الآن فيه ربط ألكتروني موجود برقم الرقم السجل المدني رقم السجل المدني فيه ربط ألكتروني يجعل من المعلومات هذه موجودة في جميع الجهات التي يمكن التعامل معها و من خلال رقم السجل المدني يستطيع أنه يسقط عليك أيضاً مثلاً خلي نقول في استيجار السيارة ينزل عليك السيارة تصبح باسمك من خلال رقم السجل فقط يعني ولكن هذا تأكيد على الدور المهم للصحافة في الدور التوعوي خصوصاً لمثل هذه المخالفات التي نمارسها بشكل يومي حتى بالنسبة للجهات الأخرى أعتقد أن الوقت انتهى شكراً جزيلاً لحضورك بس دعني أسألك أكثر المواد تميزاً في شأن المحلي لهذا اليوم المتابعات المتميزة لزيارة سمو سيدي ولي العهد لأمريكا والصفقات التي تمت هناك والشراكات التي تتم الآن مع أمريكا من الجوانب الاقتصادية والسياسية المختلفة شكراً جزيلاً لحضورك ضيفنا في الستوديو الأستاذ خالد الخضاري الإعلامي شكراً لك شكراً لكم أنتم مشاهدي الأخبارية السعودية الموعد يتجدد غداً إلى اللقاء اشتركوا في القناة